يعني رئيس مجلس الوزراء يفترضين طيوم للاجتماعات مع المجلس الوزراء والاجتماع مجلس الوزراء أسبوعي والأيام الباقية يوزعها خلين طيب أغداد يومين هاي 3 ايام تبقى 4 ايام يروح يفترع المحافظات يشوف الواقع بنفسه ويأخذ الوزراء وياه هسه ممكن واحد يقول لي شو وقت يرتاح أخي والي رئيس وزراء العراق ليش يرتاح هو اختار الهم من يختار المسؤولية في العراق قد اختار الهم من نفسه والعائلته نعم انت مسؤولية شعبك الشعب العراقي مجموعة عراق مجموعة قوميات مجموعة مذاهب مجموعة ديانات يجب أن تكون حالك حالهم تكون وياه الكردي وتعرف همومة وتكون وياه تركماني وتعرف همومة وتكون وياه السنة وتعرف همومة وتكون وياه الشيع وتعرف همومة وتكون ويا طبقات المجتمع إذا وزع للمجتمع طبقات أو فئات تكون ويا الشباب وتكون واحد منهم وتكون ويا الفلاحين وتكون واحد منهم وتكون ويا العمال وتحس بهم ومومهم وبالتالي احنا ندعو صوتكم وخادمكم أنوى الحمداني أنه الأخريس مجلس الوزراء يعني ليش قاعد بس في بغداد ومرة عود بالشهر يروح للمحافظة لا ليش احنا لدينا نصيحة الأخريس مجلس الوزراء يفترض على الأقل يزور ثلاث محافظات في الأسبوع الواحد واحد من الأيام اللي يخصص البغداد إذا قلنا يعني يخصص البغداد يومين إذن هو يوم بالكرخ ويوم بالرصافة يفترض هسا يقولوني ويش وقت يجتمع أخي يجتمع هو عنده هو اللي يتحمل المسؤولية خلي ينام لها باليوم أربع ساعات خمس ساعات سس ساعات خلاص يعتبرها من الزوج المسؤولية نعم ميتش والله مو كلام افتراضي اللي يريد ينجح يزوج المسؤولية ويعتبرها هي حياته ويضغط على حياته نعم من حقه يقول لك أنا مو عندي أطفالي وعندي عائلتي وعندي زوجتي وعندي أهلي نعم بس أنت من صلة رئيس وزراء العراق المسؤول التنفيذ الأول إذن لن كلهن أجل اللي ما تكمل المسؤولية دوس على جرحك يج خلي نسميه دوس على همومك وخلي هموم الوطن هو بيتك خلي الشعب العراقي هو عائلتك وهلك فيفترض هو من الصبح نشوفه يعني أنا والله شيت بالبداية وما ردناها أنه تنقطع لا بالبداية شنن نشوفه داخل سوداني إذا تتذكرون كان يروح يطلع من من الغبشة من غبشة الله يروح يزور المشاريع مرة راح جاي يسول واحد من المجسرات ومرة جاي يسول واحدة من البوابات من البغداد الشمالية وراح لهم من الفجر وراح والتقى المسؤولين قبل ما يكون حتى المحافظة وياه ولا حتى الوزير جزء الوزير بعد ما مغسل وجه ما مقاعد من الصبح رئيس الوزراء هو تلقاب المشروع ويا العمال وفي رمضان شفنا أنه يروح ببكت السحور ويقعدوا يا العمال ويسحروا ياهم لحك شو هذا انقطعت هالفترة هاي علامات استفام ليش الآن ما تعود إلى هذه القوة لأخ رئيس مجلس الوزراء هل سممكن واحد يقول لي مهم الضغوطات عليه يعني جاي جاي يقولكم لي نقال وجاوبكم أنه الضغوطات عليه وأنه هناك من يرى بأنه الأخ السوداني لن تجدد له كرئيس مجلس الوزراء وبالتالي حسبه حساب عرب قال لك وعلي تعبت وما تعبت لا والله مو تعبت وما تعبت شنو معناها لا والله انت عبت يبقى العراقين يذكروك بالخير ويبقون يفتخرون بيك عكس اللي بعض وصلوا للمسؤولية لأسف الشديد لكن كل شي ما سووا والناس تشتمهم إلى الآن أنا أكون صادق وياك بعض الذين يتصدوا المسؤولية وقصروا لا الناس ما تذكرون بالخير اليوم نجي على جهة أخرى هل في مخصر اسم مجلس الوزراء نجي على هموم الشعب العراقي قلنا أنه محافظات يحتاج لها يعني حملة بناء كاملة ترمات في دويا حملة العمار لشيء هو أصلا مدمر صار لعشرات سنين وإنما تحتاج هاي المحافظات إلى إلى نفضة كاملة تبنيها من جديد وأنا أرجو وأتمنى إذا صار عندنا مسؤول على وزارة التخطيط يفتهم بالتخطيط أتمنى هذا الشيء أنه يروح يدز على خبراء العالم المختصين ويجيب المعماريين مثلا ما سواوا بالعهد الملكي والعهد الجمهوري كانوا يدزون على المعماريين البريطانيين والألمان والشيك واليوغسلاف وغيرهم يقولون تعالوا عمي انطونا دراسات يظلونهم معايشة شهر شهرين في محافظة معينة في العاصمة بغداد ويسوون اقتراحاتهم ويعخذون بنظر الاعتبار أنه بغداد هي ابتداد لبغداد العباسية التي كانت عاصمة الدنيا لأكثر من 450 سنة